موسيقى هذا الوقفة الاحتجاجية جاءت في إطار برنامج نضالي تم تستيرهم طرف المكتب الجيهوي وليتنديد بعدم تفعيل تقارير اللي جانت تفتيش على المركزية اللي جات حلات بجيهة عموماً بالمركز التشفائي جامعي بمستشفى الجيهوي دير بنوزه مستشفى الصويرة، مستشفى تحنوت، بنقرير وغيرها ومؤخراً بإقليم اليوسفية المناظرات والمناظرين ديانا بإقليم اليوسفية قاموا بوضع تقرير لدى مدير جيهوي في اجتماع رسمي مع المدير جيهوي حطوا تقرير موتق بوتائق تبوتيا بالأدلة والبهان على الاختلالات اللي كان عفوا مستشفى للحسنة قبل وقوع هذا الفضائح مؤخراً فلم يتخذ أي إجراء سيد المدير جيهوي بل أكثر من ذلك حطيناها نيفو دي الوزارة الصحة فلم يتم تفعيل ذلك وهذا مؤسف مؤسف ما جدوى من تقارير اللي كانت تفتيش المركزية إذا لم يتم تفعيل تقاريرها الجيهة من فضيحة إلى أخرى الاختلالات موجودة في المغرب وجميع المؤسسة لكن الجيهة هناك مشكل هذا واضح جداً سيد وزير وبالتالي كنقول لك سيد وزير أنك رسك توقف على جهات مراكش أسفي ربما نحن ندير النية ربما تصلك معلومات مغلوطة على جهات مراكش أسفي رسك توقف عليها بشكل مباشر وشخصي وتتبع الأمور بها وكنتمنوا أنك تدير واحد زيارة مفاجئة لأجيها ولمؤسستها حتى تقف على الأمور على صدق ما نقول تاني حاجة الفضائح الأخيرة اللي وصلت العالمي بإقليم يوسفية نتفاجأ ونتسأل علاش سيد الوزير أنه المندوب طلب انتقال ديالو مشى التزنيت إذن منصب المندوب كان شغيران مدير حنا فراصنا بأنه أصلاً ما كانش مدير في مستشفال الأحسنة فكيف يترك إقليم بدون مسؤولين وحتى توقعات الحادثة تم تعين مسؤول شد مسؤولية بالنيابة في جوج مناصب ما يمكنش هذه العبات وهذا التسييب وهذا الفوضى من وراء أدالك سيد المدير واش كينش حاجة كتبري برافلاغيجو مكاتب نقابية لنقابات جهوية كتدير اجتماعات على المستوى المركزي هذا دليل على فشل ديال المسؤولين جهوياً لأنه إحنا كنمشوف الجهوية والمجموعات الترابية وبغينا نجح مشروع الحماية الاجتماعية وكنشوف بأن المسؤولين فاشلين وعاجزين وضعفاء في حل المشاكل اللي هي كينة والجهة من فضيحة إلى أخرى جهة مراكش أسفية تستحق الأفضل وبالتالي كنت طالبوا منكم أنه جيوا في الزيارات عاجلة ومفاجئة للجهة خارج ذلك الزيارات المبرمجة دون علم أي أحد سواء المستوى المركزي أو المحلي وتوقفوا على حقيقة الأمور وتوقفوا على الصدق ما نقول اليوم الوقفة ديالنا جاءت نظراً المجموعة من الظروف الاستثنائية اللي كتمر من هالجهة اللي كتتمثل في تسير العشوائية الاعتباطية والتمهيز النقابي والمضايقات ديال المناظرين ومناظرين ديالتحاد المغربي والشغل على صعيد الجهة بصيفة عامة وفي إطار التضامن مع المكتب الإقليمي ديال اليوسفية اللي كما كان علموه وكان عرفوه جميعاً على أن المستشفى الإقليمي دياليوسفية كيعرف نجموعة من الإشكالات وعلى أن المواطن دياليوسفية يتعرضوا إلى الحيف الكثير في هذا المستشفى في ضل سوء تسيير والعشوائية من طرف المسؤولين على القطاع على الصعيد الجهوي وهذا الوقفة جاءت تزامناً مع هاد الاحتقان اللي كيشهدوا المشاهد الصحي على الصعيد ديالجهة وكانتمنوا من هاد المنبر على أن المسؤولين على القطاع يخذوا بعين الاعتبار هاد الوقفة ويحدوا من هاد النزيف وحنا بغينا الصالح العام والهدف ديالنا كان قابة مواطنة هو المواطن في أول شيء وفي آخر شيء وكنتمنى التوفيق للجميع والله يدير الخير وعلي الصوت وعلي الصوت وعلي الصوت وعلي الصوت يا منادل وعلي الصوت يا منادل وعلي الصوت